بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل والذي نختتم فيه درسنا الأول تعرفنا طالبي وطالبتي على بعض الخصائص الفيزيائية للمادة تعرفنا على قياس الكتلة، قياس الحجم وكذلك طالب وطالبتي كيفية قياس الوزن وغيرها من الوسائل التي نستخدمها لقياس المادة بعد ذلك طالب وطالبتي انطلقنا للحديث عن حساب كثافة جسم وذلك عبر قسمة الكتلة على الحجم والتي تقاس بوحدة الجرام لكل سنتيمتر مكعب بعد ذلك تعرفنا طالبي وطالبتي على ظاهرة الطفو والانغمار وكيفية أو كيف يمكن للمواد أن تطفو وكيف يمكن للمواد أن تغوصي في داخل مواد أخرى كالماء مثلا بعد ذلك طالبي وطالبتي تعرفنا على بعض الخصائص الأخرى للمادة اليوم سنتعرف بالتحديد على الخصائص الفيزيائية للمادة غير الخصائص التي تحدثنا عنها سابقا ننطلق وإياكم في خلال درسنا لهذا اليوم طالبي وطالبتي للحديث عن عنوان درسنا وهو كما تشاهدون أمامكم ما الخصائص الفيزيائية في البداية طالبي وطالبتي نعود للخلف قليلا لنجيب عن الواجب الذي طرحناه في ختام درسنا للحصة الماضية ذكرنا في ختام درسنا في الحصة الماضية هذا السؤال وهو السؤال الثالث في صفحة رقم 96 كما تشاهد أمامك طالبي وطالبتي عبر هذا الجدول لدينا مواد ولدينا كثافة لدينا ثلاث مواد أو أربع مواد بالتحديد هما أو هي الفلين الفحم الحجري الجليد الصابون الصلب كذلك لدينا كثافة لكل هذه المواد فالفلين 24 من 100 أما الفحم الحجري 1.51 من 100 الجليد 92 من 100 والصابون الصلب هو 80 من 100 كما تشاهدون أمامكم هذه المادة أو هذه المواد وهذه كثافتها أي المواد لا يمكن أن تطفو فوق سطح الماء لكي نتعرف على المادة التي لا يمكن أن تطفو على سطح الماء لا بد أن نتعرف على كثافة الماء تعرفنا سابقا وفي الحصص الماضية على كثافة الماء كم كثافة الماء طالبي وطالبتي؟ أحسنتم كثافة الماء هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب إذن بما أن كثافة الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب فهناك عدد من الأعداد تجاوز رقم 1 وبالتالي فهو أحسنتم الفحم الفحم الحجري هو 1.51 وبالتالي هو أعلى من كثافة الماء وبالتالي لا يمكن لهذا الفحم الحجري أن يطفو على سطح الماء بل يغوص أكثر من النصف إلى داخل الماء إذن هذا هو إجابتنا لواجبنا في درس الحصة الماضية ننطلق بعد ذلك ونراجع ما تعلمناه حول ظاهرة الطفو تحدثنا في الحصة الماضية عن عوامل تؤثر في ظاهرة الطفو ما هي طالبي وطالبتي؟ أحسنتم تغير شكل الجسم هذا يؤثر في عملية الطفو المواد فمثلا عندما نأخذ كرة من الألمونيوم مملوئة بالهواء فإنها سوف تطفو أما لو غيرنا شكل هذه الكرة وجعلناها بشكل آخر كأن تكون على هيئة عود أو مثلا قلم فهي سوف تغوص إلى داخل الماء كذلك طالبي وطالبتي الكثافة الكثافة تؤثر تأثيرا كبيرا في طفو الأجسام سواء في الماء أو حتى في الهواء فما نجد أن الهيليوم أقل كثافة من الهواء فبالتالي سوف ترتفع بالونات الهيليوم إلى أعلى إضافة إلى ذلك التوتر السطحي التوتر السطحي يساعد على طفو المواد وذلك عبر تجميع جزئات ذلك المادة وتكون الأشكال التي تؤثر في كثافة المواد وتعتمد عليها بعد ذلك طالبي وطالبتي ذكرنا أن للمادة حالات ثلاث كل حالة تتميز عن غيرها ما هي حالات المادة الثلاث طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون إذن حالات المادة الثلاث نبدأ بالحالة الصلبة هذه الحالة تتميز بأن لها شكل محدد وثابت تشغل حيزا محددا كذلك حركة الدقائق تكون فيها محدودة أما بالنسبة للكثافة فهي تعتبر أكثر المواد كثافة النوع الثاني طالبي وطالبتي المواد أو الحالة الثانية هي الحالة السائلة ليس لها شكل محدد فيتأخذ شكل الإناء أو الوعاء أو الحيز الذي توضع فيه الدقائق فيها تكون متباعدة ولكن بدرجة أقل من الغازات تكون متوسطة الكثافة في هذه السوال باستثناء الماء طبعا وأخيرا الحالة الغازية الحالة الغازية طالبي وطالبتي هي بذلك تأخذ شكل الوعاء أو الحيز أو الإناء الذي توضع فيه وتعتبر أقل المواد كثافة وبالتالي نجد أن الهواء غالبا ما يطفو على كثير من المواد الأخرى تعرفنا على الفرق بين الكتلة والحجم ذكرنا بأن مقدار ما يحتويه الجسم في المادة فهو الكتلة أما الحجم فهو الحيز الذي يشغله الجسم إضافة إلى ذلك تعرفنا على بعض المفردات منها المادة وذكرنا بأن المادة هي كل شيء له كتلة وله حجم والكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة أو مقدار المادة الموجودة في ذلك الجسم الحجم ذكرنا بأن هذا الحجم طالبي وطالبتي هو الحيز الذي يشغله ذلك الجسم وأخيرا تعرفنا على الوزن وذكرنا بأنه مقدار جذب الأرض لذلك الجسم بعد ذلك تعرفنا أو ننطلق وإياكم للقراءة والتعلم أكثر حتى نستطيع أن نستكمل الإجابة عن السؤال الأساسي والذي يقول كيف نصنف خصائص المادة وكيف يمكننا قياسها عدد من المفردات مرت علينا طالبي وطالبتي ومن هذه المفردات الكتلة، الوزن، الحجم، الصلب، السائل، الغاز، الكثافة اليوم بإذن الله سوف نتعرف على مفردة جديدة وهي ختام درسنا لهذا اليوم وهي الخصائص الفيزيائية عبر مهارة القراءة سوف نستطيع وإياكم القيام بعملية الاستنتاج لنضع الأدلة ثم ماذا نعرف وأخيرا سوف نطرح استنتاجنا أو ماذا نستنتج نبدأ وإياكم طالبي وطالبتي في الحديث عن الخصائص الفيزيائية ما الخصائص الفيزيائية؟ الخصائص الفيزيائية لمادة طالبي وطالبتي هي صفات يمكن أن نلاحظها دون أن تغير في طبيعة المادة نفسها وبالتالي تساعدنا هذه الخصائص على أن نميز بين المواد بعضها عن بعض من هذه الخصائص الفيزيائية والتي نستطيع أن نلاحظها دون أن تغير في حالة المادة هي الكثافة كما تعرفنا عليها سابقا وكذلك اللون، القساوة، المغناطيسية، درجة الغليان، الملمس، قابلية الطرق والمواصلية جميع هذه الخصائص نستطيع أن نستدل ونتعرف على المواد عبرها كاللون مثلا والمغناطيسية وكذلك المواصلية وكذلك قابلية الطرق والسحب وغيرها من الخصائص ومنها كذلك القساوة لنشاهد عبر هذه الصورة الألماس مثلا حيث يستخدم هذا الألماس طالبي وطالبتي كما تشاهد عبر هذه الآلة في قص الصخور وبالتالي قوة وصلابة هذا المعدن كخاصية من خصائص الفيزيائية تميز به عن غيره من المعادن أو من المواد الأخرى وبالتالي هذا ما نسميه بالخصائص الفيزيائية إذن الخصائص الفيزيائية طالبي وطالبتي هي الصفات يمكن ملاحظتها دون أن تغير في خواص المادة وهذه الخواص سوف تميز المواد بعضها عن بعض كما ذكرنا لأنواع هذه الخواص لنبدأ طالبي وطالبتي بالموصلات والعوازل كأهم الخواص التي تميز المواد بعضها عن بعض الموصلات طالبي وطالبتي هي عبارة عن فلزات وذكرنا سابقا في الصف الخامس أن الفلزات هي مواد تسمح بانتقال الكهرباء والحرارة فيها بسهولة إذن المواد التي تسمح بانتقال الحرارة بانتقال الكهرباء إضافة إلى قابليتها للتشكل هذه نسميها بالفلزات الموصلات هي نوع من أنواع الفلزات وبالتالي تتميز بأنها تسمح بانتقال الكهرباء والحرارة فيها بسهولة من أمثلة هذه المواد طالبي وطالبتي الألمونيوم والنحاس والذهب والفضة هذه المواد الأربع هي من أفضل المواد التي توصل الحرارة وتوصل الكهرباء وبالتالي مثال جيد جدا لهذه الموصلات التي نتحدث عنها النحاس طالبي وطالبتي يعتبر موصلا جيدا فهو بذلك يستخدم غالبا في الدوائر الكهربائية نذكر أن النحاس يستخدم كثيرا في الدوائر الكهربائية لو لاحظنا طالبي وطالبتي الأسلاك الكهربائية الموجودة في منازلنا نشاهد هذا اللون الذي يشبه اللون الذي تشاهده أمامك عبر هذه الصورة وهو اللون النحاسي وهذا النحاس هو من أفضل المواد الذي يساعد على توصيل الحرارة والكهرباء فهو يوصل الكهرباء ويوجد في منازلنا عبر توصيله الكهرباء لكل غرفة من الغرف بعد ذلك نتحدث عن عكس هذه الموصلات وهي العوازل ماذا نعني بالعوازل؟ العوازل هي عكس الموصلات فهي لافل الزات وهي تقاوم بذلك الكهرباء والحرارة من خلالها إذن هي عبارة عن لافل الزات وتقاوم وتمنع الحرارة والكهرباء من أن تنتقل إليها من أمثلة هذه العوازل طالبي وطالبتي الزجاج وكذلك المرطاط والبلاستيك هذه أمثلة طالبي وطالبتي لأنواع العوازل والتي نسميها باللافل الزات والتي لا تساعد في توصيل الحرارة وتوصيل الكهرباء نشاهد معا هذه الصورة طالبي وطالبتي هذه الصورة أو كما تلاحظ ما الخصائص لدينا تساؤل أسفل هذه الصورة ما الخصائص الفيزيائية للأجسام الظاهرة في هذه الصورة أريد منك أن تقرأ هذه الصورة لأرشدك على البحث عن صفات تساعدك على طبيعة تحديد هذه الأجسام لاحظ معي عبر هذه الصورة يسري التيار الكهربائي في أسلاك موصلة إذن ما هي الخصائص الفيزيائية للأجسام الظاهرة في هذه الصورة كما تشاهد أمامك أحسنتم رائعون إذن أهم خاصية هي الموصلية وبالتالي النحاس يعتبر له خاصية الموصلية فهو يوصل ماذا؟ أحسنتم يوصل الكهرباء فهو من أفضل المعادن أو العناصر التي تقوم بتوصيل الكهرباء ننطلق بعد ذلك لنراجع ما تعلمناه حول الخصائص الفيزيائية للمواد تعرفنا على أن للمواد خصائص فيزيائية من أهم هذه الخصائص طالبي وطالبتي أولاً الكثافة وكذلك يليها اللون إضافة إلى ذلك القساوة وكذلك المغناطيسية ودرجة الغليان الملمس وقابلية الطرق وأخيراً الموصلية إن جميع هذه الخصائص طالبي وطالبتي هي تعتبر من الخصائص الفيزيائية للمواد ننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي للحديث حول مراجعة ما تعلمناه ذكرنا أن خواص المواد الموصلة وهناك خواص المواد العازلة ما الفرق بينهما؟ أحسنتم رائعون إذن من خواص المواد الموصلة بأنها صفة فليزية أو الموصلية هي صفة فليزية تصف قدرة المادة على توصيل الحرارة أو حتى الكهرباء قد تكون موصلات فهذه الموصلات تعتبر فليزات وتساعد هذه الفليزات على عملية التوصيل أو قد تكون عوازل فتعتبر لا فليزات والتي لا تسمح بعملية التوصيل ومنها البلاستيك وغيرها كذلك ننطلق لنراجع ما تعلمناه حول اختبر نفسي لنستنتج ونبدي استنتاجنا كيف يساعد إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك على تشجيع اختراعات جديدة وابتكارات كيف يساعدنا إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك على ابتكارات جديدة في أدوات التوصيل والعوازل أحسنتم إذن بإمكاننا عند اختراع أنواع جديدة من هذا البلاستيك فإنها تستعمل في صناعات جديدة صناعات إلكترونية وكذلك صناعات العوازل الكهربائية والتي تساعدنا في استحداث عوازل جديدة قد تكون أفضل جودة وأفضل تداولا بعد ذلك طالب وطالبتي ننطلق للسؤال التالي وهو سؤال التفكير الناقد صف الأنواع المختلفة من الملابس الواقية التي يرتديها العاملون في المهن والتي تتطلب استخدام الكهرباء والحرارة صف الملابس التي يستخدمونها حتى في عمليات الكهرباء والحرارة أو عاملون مهن الحرارة والكهرباء أحسنتم رائعون إذن بالتأكيد يجب أن يرتدي الناس أو العمال ألبي سواقية تحتوي على مواد عازلة مثلا أحذية وقفزات مطاطية نظرات بلاستيكية تمنع هذه المواد طالب وطالبتي توصيل الحرارة والكهرباء والتي قد تؤذي جسم الإنسان ننطلق بعد ذلك لنراجع ذلك الدرس كاملا حول بعض الخصائص حول الملخص المصور تعرفنا في بدايته طالب وطالبتي على قياس المادة في كتلتها وحجمها أو حتى وزنها استطعنا وإياكم إيجاد كثافة العديد من المواد وذلك بقسمة الكتلة على الحجم كذلك تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على الخصائص الفيزيائية للمادة وأنواعها بإمكانكم طالب وطالبتي أن تستفيدوا من هذا الملخص المصور حتى تستطيعوا أن تقومون بتدوين مطوية بهذا الشكل تستطيع أن تدون خلال هذه المطوية وتضع فيها طالب وطالبتي كيفية قياس المادة ثم بعد ذلك تتحدث عن قياس الكثافة ثم الخصائص الفيزيائية من المادة أنتم دائما طلابنا وطالباتنا مبدعون في إعداد المطويات بإمكانكم أن تبدعوا كذلك في عامل هذه المطوية ثم بعد ذلك توجهها إلى معلمك أو معلمتك حتى تستطيع بذلك أن تضع ذلك الملخص المصور وتستفيد منه بإذن الله في نهاية اختبار أو نهاية مراجعة الفصل لننطلق بعد ذلك طالبي وطالبتي إلى أسئلة أفكر وأتحدث وأكتب في السؤال الأول والذي يقيس مهارتك في المفردات يمكن حساب كثافة جسم ما؟ باستخدام ماذا؟ نريد أن نحسب كثافة الجسم لا بد أن نعرفها شيئا ما هما؟ أحسنتم رائعون بالتأكيد لا بد أن نكون قد عرفنا الكتلة والتي نقوم بقسمتها على الحجم ومنها سوف نستطيع إيجاد الكثافة ننطلق للسؤال الثاني طالبي وطالبتي وهو سؤال يقيس مهارة الأساسية في هذا الدرس عموما مهارة الاستنتاج كيف يساعد تسخين هواء في بالون على أن يطفو ذلك البالون في الهواء؟ كيف يمكن أن لو قمنا بتسخين هذا البالون أن يقوم بعملية الطفو؟ كالمنطادي مثلا أحسنتم رائعون إذن يرتفع نضع ثلاث علامات الأدلة ثم ماذا نعرف؟ ثم ماذا نستنتج؟ الأدلة يرتفع البالون بالهواء المملوء بالهواء الساخن إلى أعلى هذا دليل إذن ماذا نعرف؟ نعرف طالبي وطالبتي بأن الحرارة سوف تجعل هذه الجزئات تتحرك بسورة أسرع وتكون عندما تتحرك بسورة أسرع فسوف تأخذ مساحة في عملية التباعد هذه المساحة سوف تصبح أو يصبح بها البالون أو المنطاد مثلا أقل كثافة من كثافة الهواء عندما تقل كثافة هذا المنطاد أو هذا البالون عن الهواء فبالتالي وتتباعد هذه الجزئات سوف يرتفع هذا المنطاد أو هذا البالون إلى أعلى ننطلق بعد ذلك للسؤال الثالث والذي يقيس مهارتنا في التفكير الناقض أصمي تجربة أحدد فيها ما إذا كان جسم ما مصنوعا من ذهب خالص مثلا يمكنني حساب كثافته علما بأن كثافة الذهب عند درجة حرارة الغرفة 19.30% جرام لكل سنتيمتر مكعب كيف يمكن أن أصمم هذه التجربة حتى أحدد أن هذا الجسم مصنوعا من الذهب أم لا أحسنتم رائعون بالتأكيد بإمكاننا استعمال الميزان لقياس الكتلة ثم بعد ذلك نضع مخبار مدرج حتى نستطيع أن نوجد الحجم عندما نحسب الكتلة ونحسب حجم ذلك الذهب نستطيع بذلك حساب الكثافة ثم نقارن هذا الرقم بالرقم الموجود حول هذا الكثافة أو الرقم الموجود والمدون المعياري لهذا الذهب وبالتالي نستطيع أن نقارن ونوازن ونستكسب بذلك هل هو ذهبا خالصا أو غير ذلك لنطلق بعد ذلك للسؤال الرابع بهذا السؤال طالبي وطالبتي أريد منك أن تختار الإجابة الصحيحة لدينا أربع خيارات ولدينا سؤال في الأعلى أي مما يأتي ليس من الخصائص الفيزيائية للمادة أي من هذه العبارات ليس من الخصائص الفيزيائية للمادة ألف القساوة با درجة الغليان جيم الكثافة دال القابلية للإشتعال ما هو أو ما هي التي لا تعتبر من خصائص الفيزيائية للمادة ما بين هذه العبارات أحسنتم رائعون بالتأكيد هي القابلية للإشتعال فليست هي من الخصائص الفيزيائية للمواد ننطلق للسؤال الخامس اختر الإجابة الصحيحة بنفس الطريقة ما الخاصية التي تحدد إمكانية انغمار جسم صلب في ساعل ما هي الخاصية التي تعددنا إمكانية أن ينغم من ذلك الجسم الصلب في ساعل هل هي الكثافة أم الكثلة أم اللون أم الوزن أحسنتم رائعون بالتأكيد هي الكثافة ننطلق للسؤال التالي وهو السؤال الأساسي والذي يقس مهارتنا خلال هذا الدرس كاملا كيف نصف خصائص المادة وكيف يمكننا قياسها أحسنتم رائعون بإمكاننا أن نصف أو تقاس الخواص الفيزيائية للمادة باستخدام الحواس الخمس كالرائحة كاللون مثلا الملمس أو حتى باستخدام الأجهزة كاستخدام خاصية الكتلة للميزان أو حتى درجة الحرارة باستخدام قياس درجة الحرارة أو الحجم باستخدام أدوات القياس التي تساعدنا في استخدام قياس الحجم أو المخبار المدرج في عملية الإزاحة ننطلق بعد ذلك لختام درسنا لهذا اليوم حول ربط مادتنا العلوم بمادة الكتابة وكذلك بالرياضيات لنبدأ بالعلوم بالكتابة كما تشاهدون أمامكم نتحدث في كتابة توضيحية ترتفع الغواصة إلى سطح المحيط ثم تغوص في الماء كيف يحدث ذلك؟ أريد منك أن تفكر وتكتب كتابة توضيحية طريقة عمل هذه الغواصة كيف يمكنها أن تغوص إلى داخل الماء وكيف يمكنها أن تطفو فوق سطح الماء حتى تستطيع أن تصل إلى الشاطئ في العلوم والرياضيات طالبي وطالبتي نستطيع أن نقوم بقياس كثافة أي جسم فمثلاً عند قياس الكثافة وضعت قطعة من السلصال كتلتها 22 جرام في مخبار مدرج يحتوي على ماء التفع الماء من 40 إلى 54 مليلتراً ما كثافة السلصال؟ بإمكانك بعد حسابة الكتلة وكذلك حسابة الحجم إزياد كثافة السلصال وذلك بالاعتماد على خاصية أو على قانون الكثافة إلى هنا طلابنا وطالباتنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسنا لهذا اليوم حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في درسنا القادم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته